على هذا الطريق الوعر يكابد أهالي قرية الجحصى شعوبة التابعة لمديرية المعافر بمحافظة تعز معاناة يومية مضاعفة تتسبب عادة في حوادث يومية للمواطنين كونها طريق بدائية وقديمة لم تضطل إليها السلطات المعنية في المحافظة بل باتت بعيدة عن أي اهتمام حكومي يخفف من معاناة أهالي القرية الحاصلة أصلا جراء انتشار الأمراض والأوبئة الطريق يعني متعثرة إلى الغاية كمية حوادث قتقات فيها والطلاب ما يستطيعش ووصلوا المراحل التعليم الثانوية لبعد الطريق وكذلك يعني ما نستطيعش نمصل يعني المواد اللازمة كالإسمنت والحديد والأخشاب إلى البيوت عدم قدرة القلابات على الوصول إلى البلاد وفي موسم الأمطار تتكاثر فيها الحوادث جراء تساقد الأحجار والتي عادة تتسبب في قطع الطريق لأسابيع طويلة وتعطل الأهالي عن أعمالهم والطلاب عن مدارسهم بل تتوقف عجلة الحياة بتوقف هذا الطريق الوحيد السالك إلى القرى والمدن المجاورة وكذا مركز المديرية الذي يبعد عن القرية أكثر من 12 كم الطريقة هذه خربانة السيول تقرف السيول حوادث يحصل فيها تقلب من السيارات يروحوا عليها للجيرات السابعة يروحين عنها السامن في السيارات ما نقدر واحد يتحمل زيادة لأنه لو حمت زيادة يروح عليك أي رعا تايمة يروحوا والسيارة من الله رجع سيارة من هنا وراحت الأسفل الودي أنتهى السيارة يختم هذا الطريق نحو 3000 نسمة من سكان منطقة جحصى والمناطق المجاورة ويمثل معاناة يومية للسكان خصوصا عند إسعاف الحالات المرضية الحرجة مثل الولادة بسبب الحفر العميقة التي تزيد من تدهور حالة المريض ما يتطلب من المنظمات الخيرية والسلطة المحلية في المحافظة بسرعة التدخل لرص هذا الطريق وإصلاحها للتخفيف عن كاهل المواطنين هذه الطريق يعني تبعد عن مركز المديرية بأكثر من 12 كيلو يعني إذا ابو عندنا مريض مريض حالة ولادة أو حالة مستعصية أو ما نقدر كون لم يوجد عندنا واحدة صحية وصعوبة الطريق تزيد في معاناة المريض نناشد الجهات الحكومية أو المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة أو الجمعيات والمنظمات بأن يمدوا يد العون إلى أبناء هذه القرية طبعا أبناء هذه القرية حاولوا بأن يرصوا الطريق لكن الطريق بحاجة إلى شكل هندسي بحاجة إلى مهندس بحاجة إلى عيش بحاجة إلى منظمة بحاجة إلى مؤسسة إلى مؤسسة ويضر الكثير من أبناء المنطقة أن يسلكون الطريق سيرا على الأقدام حفاظا على سلامتهم نتيجة انهيار الخدمات وعدم صيانة هذا الطريق الذي بات يمثل شريان حياة لهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يكابدونها بعيدا عن الحصول على أي نوع من أنواع المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الغافية